السلام عليكم كيفكن يا رب تكونوا بخير وصفتنا لليوم فيها كينوة للي ما بيعرف شو هي الكينوة عبارة عن بزور نقدر نطبخها متل ما منطبخه الرز أو البرغل عادة أنا بشتري إما المخلوط في ثلاث أنواع أو ثلاث ألوان أو هيدا السيدة اللي اليوم لح أطبخه طبعا فيه بالقناة أكتر من فيديو بكون عاملة فيهن وصفات من الكينوة واليوم حابة شاركون كمان بهيد الوصفة لعن جد بتستحق إن كنت جربوها طريقة طبخ الكينوة كتير سهلة عندي هون كباية مقاس طبعا حطيتها بمصفية كتير نعمة الكينوة بيجي مخصول ونضيف بس أنا دايما نفضل كمان إني حط عليه شوية ماء وغسله مثل ما شايفين كباية مقاس وحدة بتعمل سملة كمية لأربع أشخاص أو خلني قول بتعمل أربع وجبات هلأ كمية الماء لكباية الكينوة حطيت كباية وكباية إلا شوي هيدا الطبيعة ممكن تكون النوع اللي عندكن بده ماء أقال أو أكتر أنتوا لازم تشوفو أنا بطبخوا بزات الزيتون وشوي ملح ما تكتروا ملح للكينوة لأنه هي بأصل الحبة بتجي شوي مالحة ما تزودولة لأنه أنا هكسرت معي إنه زودت حطات كمية عادية فحسات إنه مالح بس ستخفر كمية الملح وحطيت رشة زيت زيتون لقبت التنجرة وحطه على النار نار عادية مجلد ما يغلب نوص النار على آخر وبتركه لا يستوي بده تقريبا عشرين دقيقة على النار خفيفة لا يستوي طبعا الكينو بنقدر ناكله سخن أو بارد أنا اليوم اللي حعمله بطريقة سلطة أنا هون بالمقلاية كنت نستعملتها قلات فيها البصل الزيت اللي بقي لحضيف له طبعا قلات بزات زيتون لحضيف له هلأ شوية من زيت جوز الهند نحنا بيجي عنا بهولندا جامد منه سائل فيكن تحطه كمية إضافية زيت زيتون او فيكن تحطه زبدة سمنة اللي انتوا بتكون يا بس حاولوا تكون دايما الزيوت اللي بتستعملوها زيوت صحية طبعا أنا اليوم اللي حعمل واجبتان فمن هيك فيكن انتوا تزودوا الكمية او تقللوها حسب رغبتكن أنا عندي قطعة سلمون صغيري متل ما شايفين وكم قطعة إرايدس الإرايدس هو الجنبري السلمون والإرايدس ما بياخدوا وقت نحنا عم نطبخن يعني بالكتير الإرايدس بدته شيء 4-5 دقاية والسلمون نفس الشيء هلأ لح اتركهم على النار تقريبا أكتر من وسط بشوي مجرد ما ياخدوا لوم من تحت لحقق لبن على الجهة التانية قبل ما قلبن طبعا لحط لهم ملح والبهارات هاي دي الأكل إذا باكلها كل يوم ما بقول لا لأنه ملياني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المهمة كتير لجسمنا ابتداءا بالكينوة اللي بيحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية لهك هو مصدر غني وكامل للبروتين وكمان هو غني بالألياف اللي بتساعدنا على عملية الهضم وبتعزز عنا الشعور بالشبه لهك هاي دي الوصفة عن جد كتير منيحة للناس اللي عم بيحاولوا ينزلوا وزن متل ما شفته حطينا رشة ملح ورشة فلفل أسود وكمان لح نحط رشة شوية كتيرة من البابريكا البابريكا عن جد لح تعطيها لون كتير حلو وطعمة كتير طيبة كمان إذا بتحبوا ففيكن تحطوا رشة فلفل أحمر حار هذا الشي بيرجع لكم إذا بتحبوها حرة أو ما بتحبوا الحار بالأكل ولحط كمان شوية رشة طوم مجفف يعني بنكترهم شوي بيعطوا نكهة كتير طيبة وأكيد لحقلبهم عشان كل هالبهارات كمان تمتزج مع الزيت والزيت جوز الهنت وكمان يروحوا على كل المقونات الهنة لقريدس والسمك السالمون وما شاء الله متل ما شايفين إنه سمك السالمون يعني بده شي دقيقة وبيكون استوى عنا هلا إذا ما كان متوفر عندكم أو ما بتحبوا القريدس والسمك سمك السالمون فيكن تعملوا البديل هو شرايح من صدر الدجاري أو شرايح من فخد الدجاج طبعا بدون عطب بدون جلج وتقلوهم بنفس الطريقة وتعملوه نفس التدبيلة أنا أحيانا بعملها بالسمك والقريدس وأحيانا بعملها كمان بصدر الدجاج هيدا الكينو اللي طبخناه طبعا تركت له حتى يبرد لأنه أنا طبقي اليوم لحعمله بارد ملاح أكله السخن وفينا نكتفي بإضافة الخضرة للكينوة وبيكون عنا قطيب صحن سلطة بنقدر نقدمه مع أكلات تانية الكينوة خالية من الجلوتين لهيك هي الخيار الأمثل للناس اللي عندهم مشاكل أو بيعانوا من حساسية الجلوتين بتحتوي على المغنيزيوم على الحديد على الزينك والبوتاسيوم وفيتامين بي بأنواعه وكمان هي غنية بمضادات الأكسادة اللي بتحارب الالتهابات بالجسم وبتقلل من خطر الإصابة بأمراض العلب والشريين أطعت بس لمقعبات صغيرة وقاليتهم بشوية زيت زيتون وضفتهم كمان فوق الكينوة وأطعت بس لصغيري كمان لمقعبات بس ضفتهم نيين وهلأ عندي كم فجلي كمان عبقى طعم متل ما شايفين ولحضيفهم للطبع الفجل كمان غني بالبوتاسيوم والبوتاسيوم بيعمل على تنظيم ضغط الدم من هيك مرضى ضغط الدم الله يشافيهن ويعافيهن لازم يوميا يكون الفجل ضمن نظامهم الغذائي كمان الفجل بيحتوي على المغنيزيوم على فيتامين سا فيتامين باستة وعلى الكالسيوم هيدا النوع الفجل الموجود الوحيد بالسوبر ماركت الهولندي اللي بنقدر نشتريه أحيانا بيكون بدون ورق يعني بتكون الفجل بس الطابة وأحيانا بيكون الفجل مع ورقها الفجل الأبيض الكوري المشهور عند الكوريين بيعملوا منه مخلل ومرأة موجود كمان ولكن مش عند الهولنديين عند محل الأتراك والمغاربة ومحلات الأسيوية ضفت فوق الكينو المطبوخة بصل مقلي بصل ناي وقالنا إذا عنا بصلي خضرة ففينا نقطع بصل صغيري كمان نفرما ونحطه فوق منه بتطلع كتير طيبة أنا ما كان متوفرة عندي وضفت فجل قطعت المكعبات متل ما شفنا قبل شوي وهلأ لحضير فلفل أحمر حلو مهم كتير كمان إنه الفلفل الأحمر أو الأخضر نضيفه لنظامنا الغذائي لأنهم بيساهموا بتعزيز صحتنا لغنيهم بفيتامين سي بفيتامين آ ومضادات الأكسدة والألياف وكمان لاحتواءهم على مركبات مضادة للالتهابات اللي بتقلل من مخاطر الأمراض المزمنة وعندي كمان كمية من ورق الجرجير طبعا قطعتهم بطريقة حجم كبير ما بدي يفرموا النعمين وإن شاء الله مرة تانية منحكي عن فوائد الجرجير وآخر شي لحضيف الكزبرة الخضرة الكزبرة الخضرة لهيد الأكلة مكون أساسي ما تستغنوا عنه أبدا الكزبرة متل ما عم نشوف عم بفرمها ناعم شوي بعكس الجرجير الجرجير فرمته خشب من أبرز فوائد الكزبرة أنه بتحتوي على فيتامين K فيتامين A وفيتامين C وبتقلل الغازات والانتفاخ بالبطن بتقلل وبتخفض الكوليسترول الدار من الجسم بتنظف الكلا والجسم ملسموم وكمان فيها مضادات أكسدة ومضادات أكسدة يعني بتحمي خلايينها من التلف بعد ما فرمنا الكزبرة ضفنا رشة ملح وعصير حامضة وحدة وكمان ضفنا شوي من دبس الرمان وهلأ لازم نخلط كتير منيح إذا كنتوا لأول مرة بتشوفوا القناة ياردت تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بلازلو وكمان إذا عجبتكن الوصفة ما تنسوا تحطولي لايك وكمان نطرق تعليقاتكن الحلوة وكمان لا تنسوا تشاركوا القناة مع الناس اللي بتحبوهم وبعدني متل ما شايفين عم بخلط كتير منيح لحتى كل حبات الكينوة تداخل مع الخضرة وكمان تاخد كل النكهة الطيبة من بقية المكونات اللي حطيتها واجا وقت السكب لو بقلكم الريحة عن جد كتير طيبة لحتكون هايدي واجبت الأولى بعد 18 ساعة من الصيام المتقطع إذا حابين أنتوا كمان تبلشوا بنظام صحي أو حابين كمان تنزلوا كم كيلو من وزنكن بس مش عارفين كيف وشو بدكن تاكلوا بنصحكم عن جد تشتركوا بقناتي بالقناة في وصفات فيكن مع الصيام المتقطع تنزلوا وزن دهون وكمان إذا بدكن ما تنزلوا وزن بس بدكن تغيروا نظامكن من لا صحي لصحي كمان عندكن وصفات وخيارات كتيرة بالقناة ودايما بقلكم أنه نوعية الأكل هي شيء كتير ضروري نحنا بنظامنا الغذائي ممكن تكون كمية كبيرة ولكنها سيئة وممكن تكون كمية كتير بسيطة ولكنها كتير مفيدة الوجبة الصحية المثالية اللي بنقدر ناكلها نحنا يوميا لازم تكون كمية كافية من البروتين أي نوع بروتين نحنا بنختاره ومنحبه كمية كمان من الخضرة يتكون الخضرة منوعة كمية من الكرب نختار نحنا نوع الكرب اللي بنحسه بمفيد لجسمنا مثل ما قلتلكم قبل شوية مثل الكينوة خالي من الكلوتين هو خيار صحي للي عنده نتحسس من الكلوتين وكمان كتير مهم الدهون الصحية مثل المكسرات طبعا بكميات محدودة ومحسوبة أو الزيوت مثل زيت زيتون زيت جوز الهند السمنة البلدية الزبتة وغيرها من الدهون الصحية طبعا دايما لبقلكم الزيوت المكررة والمهدرجة خلص شلناها من مطبخنا وزبتينيها بالزبالة ومعش إلا مكان عنا لا بالمطبخ ولا بجسمنا وهلأ بنقول بسم الله ومندوق الطبخة عن جد كتير طيبة بنصحكم تجربوها انتو كمان وتستلزوا بهيك وصفة صحية طيبة ما أخدت وقت أبدا بتحضيرها شوفكم عخير بأمان الله